اشتركوا في القناة الانسان تبرعا ينفذ بعد الموت اما الان فلا وصية تكون بعد موته يوصي للفقراء يوصي للارامل يوصي لطلبة العلم يوصي لابناء السبيل لكن يكون ذلك بعد الموت اما الان فلا وهذا عقد جائز يعني يمكن ان اوصي الان بعمارة وبعد شهر ابيعها واوصي بدار وبعد شهر او شهرين ابيعها واوصي بمزرعة او اوصي بكذا من اعمال من الممتلكات ففرق ايها الاحباب بين الوقف والوصية الوقف عقد لازم في مجرد اقول هذا وقف فانه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ولو اوقفت جميع ما املك بينما الوصية لا تنفذ الا بعد الموت ويكون في بعضها للورثة مجال فما زاد على الثلث يحتاج الى اجازتهم واذا كانت لوارث يحتاج لاغازتهم فقال عليه الصلاة والسلام في الثلث الثلث والثلث كثير يعني ما يجوز يوصي بالنصف الا اذا قال الورثة لا مانع ولا يجوز عن يوصي بالثلثين الا اذا قال الورثة لا مانع ولا يجوز أن يوصي بأكثر من ذلك إلا إذا وافق الورثة كما أنه لا يجوز أن يوصي للزوجة لأنها وارثة ولا للابن ولا للبنت لأنهم ورثة ولا للعم ولا للأب لأنهم ورثة فلا يوصي لوارثة إلا إذا أجازت الورثة فلو أجاز الورثة أن يعطى جميع المال لشخص يرون حاجته وأنه يستفيد من هذا المال فأجازوه فنقول على بركة الله أما إذا عارضوا فنحن نقبل المعارضة ونسمع لآراعهم وأما الوقف فلا مجال للتغيير ولا مجال للتبديل ولا مجال للنقص فيه أو لتغيير مصرفه لأنه عقد لازم الآن إذا أوصى للفقراء هل يجوز أن نعطي المساكين نقول الفقراء والمساكين عبارة شيء واحد لكن هل يجوز أن نعطي أبناء السبيل إذا أوصى لمثلا المكاتبين لو كان هناك مكاتب إذا أوصى لغيرهم من الأصناف الثمانية التي نص عليها في مصارف الزكاة فيجوز من أوصى للفقراء أن نعطي المساكين ومن أوصى للمساكين أن نعطي الفقراء لأنهم كالشيء الواحد أما ما عداهم فلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر